موقع مفيد لكل من يهتم لإنشاء قصص أطفال بشكل جذاب خلونا نتعرف على الموقع السلام عليكم في البداية هذا عبارة عن موقع الإلكتروني يعني أقدر أستخدمه في الآيباد ولا في الكمبيوتر ولا في التليفون ولا أي مكان في البداية مثل ما أنتم شايفين إذا أبي أسوي قصة جديدة أروح أضغط على إنشاء create a storybook أضغط عليها رح تفتح لي على طول شاشة العمل لو نلاحظ أن المنطقة اللي قدامي مقسمة إلى ثلاثة أقسام في الجزء اللي على اليسار عندي وفي الجزء اللي في الوسط وفي الجزء اللي على اليمين الجزء اللي على اليسار هذه تعتبر منطقة الأدوات الجزء اللي في الوسط هذه تعتبر منطقة العمل الجزء اللي على اليمين هذه الصفحات الكتاب اللي بسوي كم صفحة أقدر أضيف وأقدر أحدف في البداية لو نلاحظ أن منطقة العمل فيها مربع نص هذا مربع النص معطيني النص افتراضي أقدر أمسح وأكتب اسم القصة لأنا أبيها أو لأنا أصنعها أبي أسميها مثلا قصتي الجميلة لو نلاحظ أنه أعطاني شريط فوق مثل شريط التنسيق أقدر أكبر الخط أقدر أصغر الخط أقدر أغير اللون ما عندي أي مشكلة خلونا نشوف مثلا هنا عندي أقدر أحط نمط الخط أقدر أختار النمط اللي أنا أبي أقدر أكبر وأصغر الخط حسب الحجم اللي أنا أبي وهني المحاذة جهة اليمين جهة اليأسار وهكذا هنا أقدر أغير اللون لون الخط وهني في ميزة جميلة أنه تحت مكتوب text background يعني أقدر أحط خلفية حق الناس نفسه ما أعجبكم ولا لون نقدر نختار مور ويعطيني شريط الألوان تقدرون تختارون أي لون حسب شريط الألوان بعد ما ننتهي نضغط علامة الصح اللي موجود وتقدرون تحركونا إذا شفتوا على علامة قلم معناته تضغطون عليه وتقدرون تعدلون على النص لكن لما نضغط على علامة الصح مرة ثانية تروح ترجع طبيعية أقدر أحركها وين ما أنا أبي نلاحظ أن النص اللي كان موجود كان بالإنجليزي أنا عدلت عليه صار عربي طيب ساذ محمد أبي أضيف بعد أو أبي أعدل خل روح من شريط الأدوات في عندي هني الأدوات نلاحظ أن هني معطيني شخصيتين بس شخصية الولد شخصية البنت بس أضغط على الشخصية تنضاف على طول ألاحظ أن الشخصية نفسها لما نضغط عليها لها أيضا خصائص يعني هني لون البشرة أقدر أتحكم بلون البشرة لون الشعر يعني في حرية هني لون العيون يعني هني الأنف أقدر أتحكم هني الفم زعلان مضايق مستانس هني عاد لون اللبس أقدر أغير حسب ما أنا أبي لو نلاحظ أن أول ما أحدد على الشخصية تلاقون على أطراف الشخصية مقابض هذه يتيح لن أنا أقدر أكبر وأقدر أصغر وأقدر أحرك أيضا وينما أنا أبي خلونا على سبيل المثال نضبطها في مكان مناسب طيب أستاذ محمد بس شخصيتين موجودات أبي أضيف بعد عادي شفته تحت مكتوب هذه معنات هذا أنتو عندكم صورة ممكن شخصية ممكن بعضكم ما شاء الله فلان في رسم الشخصيات يقدر يصدرها هني على طول كصورة طيب في عندي هني أيضا مثلا مدرسة فيه هني رموز أدوات سهلة أو أشكال تساعد حسب الفكرة اللي عندكم طيب في عندي هني رسم الرسم هذي أنه أنت تقدر ترسم عندك أنت فكرة حاب أنك تبي ترسمها تقدر ترسمها تقولها start وتقعد ترسم ما عندك أي مشكلة وهذا من بعض بس التوضيح خلصنا تقدر تقولها done وتصير عندك بهذا الشكل طيب خلونا نشوف تكست تكست إذا أنت تبي تضيف نص ما عندك أي مشكلة تضيف نص ممكن نص تسمي مثلا صفحة خلونا نكتب عدل هني الصفحة واحد مثلا في تحت هني ما أعطيني تنسيقات النص نفسها الحجم المحاذاة اللون خلصت ما تقولها تقولها add to story أضيفها إلى أقصة أول ما تنضاف نلاحظ مين انضافت انضافت فوق أخليها يعني مثل هذه الصفحة مثل فهل سأخليها تحت طيب استاذ محمد للحين الخلفية بيضة شنو فيه أبي أغير أروح تحت أخر واحدة عندي المشاهد في مشاهد هني ألوان إذا تبعون ألوان لكن فيه هني أيضا مشاهد جاهزة مثلا خلونا نختار هذه شوفوا شنو صار الحين صار بشكل جميل طبعا خلونا نلغي هذه عشان تصير واضحة طيب استاذ محمد هذه الغلاف نروح عند الصفحة اللي بعدها وهكذا تختارون الخلفية اللي تبعونها وترتبونها حسب ما أنتوا وتضيفون الشخصيات الأمر جدا سهل وبسيط بس أهم شيء أهم شيء أن يكون السيناريو عندكم يكون واضح تبعون تضيفون صفحة في عندي هني مكتوب add page تنضاف صفحة جديدة تبعون تحذفون صفحة حذف delete ما في عندكم أي مشكلة طيب استاذ محمد حنا خلصنا لنفرض أن نصممنا وخلصنا وكل شيء تمام أبي أحفظها أروح أقول هسيب طبعا هني يطلب مني أني أنا أسوي حساب أسوي حساب عادي ليش؟ لأن لما أسوي حساب هذا معناتها أن يصير عندي حساب في الموقع ويصير عندي مكتبة خاصة علشان أي قصة أنا أسويها ألاقيها مخزنة في مكتبتي الخاصة بعد ما انتهيت وحطيت الوزر نيم واليميل والباسفورد الباسفورد مو شرط يكون نفس باسفورد اليميل عادي يكون باسفورد منفصل خلصنا نضغط على تسجيل أضغط عليه بعد ما ضغطت على تسجيل ألاحظ أنه أعطاني تنبيه هنا يقول لي في شيء ناسي طبعا في شيء ناسي أنه أنا مو محدد العمر أختار كذي انتهت عملية تسجيل هني راح يقول لي أنه تبقى يحفظ أقول له مثلا مثلا شلون عرفت أنه أنا سجلت ألاحظ أنه صارت مو مكتوب سيف فوق على اليمين لو تشوفون صار مكتوب فنش فلما نضغط فنش على طول يقول لي هني خرص أنه تقدر تسوي فنش حق الستوري اللي أنت سويته وتقدر تصدره خلص صارت بهذا الشكل أقول له بابلش هذا الرابط هو اللي أنا أخذ كوفي وأرسله حق المهتمين سويت له كوفي أنا طبعا أقول له نكسته الحين هقول له اسكب هذي ما يحتاج هقول له الحين بيس خانا أجرب معاكم شديد ترسلونها و ستطلع بهذا الشكل يا سلام تبتعدلون عليها تضغطون على أدت وتقدر أتعدل عليها ترجع سهلا نروح للمنيو تشوف مكتوب لا يروح لك تذكرون ما نقلت لكم يصير في مكتبة خاصة فيكم نضغط عليها يعطيكم كل المكتبة اللي أنتو نمسوينا شفو هني مثلا قصة هذي قصة أنا بسوي بس مكتبة واحدة معاكم هنا يعطيكم يعطيكم يعني مخترحات والأمر جدا بسيط وسهل يعطيكم العافية في الختام أتمنى المحتوى اللي قدمتكم أعجابكم وعلشان يوصلك كل جديد لا تنسى تابعنا بالإستجرام واليوتيوب ترجمة نانسي قنقر